اشتركوا في القناة الله ورعاكم ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفنا يا صاحب الجلالة أن نرفع إلى مقامكم السامي أخلص التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى السابعة عشر لمثاق العمل الوطني الذي اختزل ضمن بنود رؤيتكم الشاملة وتطلعاتكم الرحبة لرفعة ورخاء مملكتكم الشامخة ليكون مرجعا وطنيا ودليل عمل تسند عليه أركان نهضتنا التنموية المليئة بالإنجاز وثرية بعطاء شعبكم الوفي وإنها لمناسبة عزيزة نؤكد من خلالها على ما يشكله ميثاق العمل الوطني من أهمية تاريخية كبرى بالنسبة لدور ومكانة المرأة البحرينية كشريك جدير في مسيرة التقدم والنماء ونستذكر بهذا الشان مساهمتها الواضحة في المراحل الأولى لإعداد وتنفيذ بنود ميثاق العمل الوطني وما نتج عن هذه الوثيقة الوطنية من مكتسبات نوعية للمرأة البحرينية التي جاءت مستكملة لحقوقها كمواطن كامل الأهلية والمسؤولية ولتسمر بذلك مسيرة عملها بكل قوة وثبات وفي الختام نكرر تهانين الخالص لجلالتكم حافظكم الله دعينا المولى عز وجل أن يديم على مملكة البحرين تقدمها وأمنها ورفعتها في ظل قيادتكم الرشيدة وأن يمدكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرينتكم سبيكة بن تبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة هذا نصها صاحبة السمو الملكي قرينتنا الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة حفظها الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بكل الاعتزاز والتقدير تلقينا برقية سموكم لنا المهنئة بالذكرى السابعة عشر لميثاق العمل الوطني هذه الذكرى التي نستحضرها وقد حملت لنا ذلك الانجاز الوطني العميق وقد أجمعت إرادة شعب البحرين على وضع الأسس التالية للعمل الوطني في كافة الحقول مستلهما روح الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وقد كان لسموكم الدور الكبير في هذا الانجاز التاريخي من خلال قيادة سموكم للمرأة البحرينية وما تنهض به في كافة الحقول وتسهم بشكل فعال في تقدم الوطن والزهارة حافظ الله سموكم ورعاكم وذام عليكم نعمة الصحة والعافية ودمتم سالمين حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر